ناتورك ادرس ترانسلايشن او نات اه هنكلم عن الستارك ناتين اه كمان دايناميك والاوفرلود في اللاسن ده اه هنكلم الاول عن حتة ال اي بي ادرس ديبليشن اه لان طبعا احد اهم الحاجات اللي ناتين بيعملها هو اه الترانسلايشن مبين الprivate الى public اي پي ادرس از خلصت اه وده اللي بيخلينا اه نستخدم الناتين اي هو الناتين وازاي بيشتغل اه هنكلم عن الناتين ترمنالوجي مصطلحات بعض الانسايد الاوتسايد بردو انواع الناتين زي الاستاتيك ناتين دايناميك اللي هو ماني تو ماني والاوفرلود اللي هو البات او پورت ادرس ترانسلايشن الفكرة للناس زمان لما يعملو اي بي في فور اي بي فور اه قالوا يا اه احنا بنتكلم فاربعة مليار اي بي ادرس طبعا ده العدد الاي بي ادرس الممكن تطلع من اي بي فور فالو دول كتير اوي وبعد كان ما ابتدوا يدوا اي بي ادرسز بعد فترة بعد كم سنة زمان خالص يعني يمكن الستاندرد زيت نفسه كان في السبعينات يعني ابتدوا يدوا اي بي ادرسز بالزيت مع اه دخول شركات كتير على الانترنت ده قد ان هم ابتدوا يحسوا ان الاي بي ادرسز بتخلص حتى يعني في دلوقتي دي بليشان كاونترز اه كاونترز موجودة بتتوقع مسلا ان الاي بي فور ادرسز هتخلص اه بعد فترة رائبة ودول موجودين كتير على الانترنت يعني لو لو الواحد استخدم جوجل هيلاقي حاجات منهم اه بتقول مسلا ان الاي بي ادرسز قدامها مسلا اه حاجة زي اه السنة الجاية السنة اللي بعدها الاي بي ادرسز تخلص فطب احنا عايزين نحل مشكلة ان الاي بي ادرسز بتخلص طبعا فكرة اي بي دي كانت الاحد كبير فكرة فشلة.. لان سبحان الله يعني احنا عندنا اام كلاس سي مسلا اي بي ادرسز بيدي 200 اربعة وخمسين اي بي ادرسز نحن عندنا حاجة كلاس سي فدي فيها حاجة مسلا زي nodig willingness كم زي التحت دي اس Christ يعني 260 اي بي ادرس مع بعض في نفس النتوك اكثر من 254 هيضطر انه هو ياخد كلاس بي كلاس بي فيها 65500 34 اي بي ادرس فهو هيستخدم ال 534 ويرمي ال 65000 طبعا كانت فكرة مش منطقية فكرة ففكروا طب نعمل ايه نعمل وبردو كان في حال تاني حتة ايه حال كمان اني بقى في حاجة اسمه private ip addresses وي public ip addresses private ip addresses هم الرانجز اللي قدامنا هنا يعني في كلاس اي عندنا 10.000.8 في كلاس بي عندنا من 172.16.0.0.16 إلى 172.31.0.0.16 وكلاس سي عندنا من 192.168.0.0 لغاية 192.165.0.0.0.0 فعندنا ثري رانجز الثري رانجز دول بنسميهم private ip addresses بمعنى private ان دول بيستخدموا جوة النتوور بتاعتك ماينفعش ان انت تتعامل بهم على الانترنت يعني مثلا احنا عندنا هنا لو في لان اللان دي فيها اجهزة اللان دي بعد كده من راوتر معين بيخرجوا للاي اس بي اوكي آم الفكرة بقى في ايه ان هما في الاول انت دلوقتي عندك فيه اجهزة ما بتخرجش على انترنت فالاجهزة دي انت مش محتاج لها ام مش محتاج لها ام تكون يعني يونيك وكده انت ممكن تستخدم لها فحتى تلاحظوا ان بتكرر في كل حتة يعني كل الناس مسلا في كل حتة في الدنيا في الشركات في البيوت بيقرروا الاي بي ادرس دي يعني اعتقد معظم الناس اللي في الدنيا بيستخدموا مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين او يعني ان ما كانش مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين بيستخدموا حاجة من دي فمعنى كده ان هما بيتكررو فدول ما ينفعش ان احنا نستخدمهم على الانترنت لانه هو اه الانترنت احنا محتاجين اي بي ادرس تكون يونيك يعني تخيلوا مسلا لو في راودر هنا على الانترنت الراودر ده جايلوا باكت رايح الى مائة تنين وتسعين مائة تمانية وستين مسلا واحد واحد يبعتوا المين يعني يجبهولي انا في البيت عندي ولا يجبهولك عندك في البيت ولا يودي لشركة اكس. اه هيودي فين ده كل الناس بتستخدم مائة تنين وتسعين مائة تنين وتسعين وتسعين. فهي الفكرة كانت ان لا يمكن استخدامها على الانترنت. يعني لو في اي باكت ماشى على الانترنت كده ورايح ديت. المفروض ان الريوتر اللي يشوفه طخه. ما يسيبوش. يعمل له يعني على طول. فطيب السؤال بقى. دلوقتي انا لو عندي جوة النتورك بتاعتي مستخدم ديت. ما ينفعش استخدامها على الانترنت. طب يعني ايه الاجهزة دي خلاص يعني اتدفنت خلاص يعني مسلا هنا مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين مسلا اه واحد واحد. الجهاز اللي هنا ده. الجهاز ده اللي ما بيجي بيبعها باكت بيبعتها من ده. فمعنى ان احنا ما ينفعش استخدام ده على الانترنت يبقى اي باكت هيمشي كده مش هيعرف يرجع بقى وهتبقى مشكلة. ف يعني كان الحل حتت الايه الناتورك ادرس ترانسلايشن. نتورك ادرس ترانسلايشن هي كانت الحل. بمعنى ان الراوتر ده لما ييجي حد بيستخدم اي باكت على الانترنت اي باكت الراوتر يشيل اي بايفي ادرس وحط مكانه اي با Aggiep public IP address الباكت لما يمشي بال IP address ده هيوصل لغاية مسلا وكان اصلا الجهاز ده كان بيحاولي يكلم سيرفر على الانترنت ولا حكا فالفكرة ان السيرفر هيجيله آم باكت جاي من اربعة وتمانين واحد 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 فهيجي يرد هيرد الى اربعة وتمانين واحد 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 المفروض ان الباكت دوت يمشي على الانترنت عادي خالص لان هو رايح الى public IP address ويوصل الى ام راوتر بتاعي بدون اي مشاكل فدي كانت الفكرة من وراء الناتنج الناتنج ده طبعا بيحصل ام يعني غالبا غالبا اللي بيعمله بيكون هو راوتر اللي بيخليني اتواصل مع الانترنت هو الممكن اعمل عليه الناتنج بتاعي ولما بيجي الراوتر بيعمل ناتنج بيحط المعلومات ديات في جدول نسميه ناتنج تيبو اوكي يعني هيكتب بقى الراوتر عنده ان فلان الفلاني اللي هو مية اتنين وتسين مية تمانية وستين واحد واحد لما عدى من الراوتر خد اربعة وتمانين واحد 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 ازا لما يجي الرد راجع الراوتر بيعمل العكس بيشيل المراضي بقى او الى ادرس اللي هو اربعة وتمانين واحد 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 ويدخل الباكت جوه الى الجهاز اللي كان اصلا بدأ في الاول التواصل مع السيرفر اللي برا هنا وبيغير الى اي بي ادرس من اربعة وتمانين الى مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد واحد فده ببساطة ازاي اه الناتنج بيهو الناتنج وليه بنستخدم الناتنج اه في الحقيقة الناتنج بيستخدم لأكتر من استخدام بس من اشهر الاستخدامات اللي بنستخدم يعني بنستخدم الناتنج بنغيرها علشان هال اي بي ادرس هو ان احنا عندنا اي بي وعايزين نغيره نقلبه اي بي والعكس ان احنا نرجعه تاني زي ما كان